دعوة إذن يونانية على لسان وزير الخارجية للتوقف عن إثارة الجدل من قبل تركيا هل التقطت الدعوة من الأوساط التركية أم ما زالت الأمور باتجاه المنحة التصاعدي أكثر؟ التقطت بالمنحة التصاعدي داليا بمعنى أن الجانب الرسمي التركي يصر على تصعيد الخطوات من جانبه يوم أمس أعلن وزير الخارجية التركي أن سفينة تنقيب التركية أوروشغي ستستمر في عملها لمدة تسعين يوما ثلاثة أشهر كاملة في الفترة القادمة ولن يتم إيقاف عملها بحسب مقال الوزير التركي من جهة ثانية هناك تدريبات عسكرية أو منورات عسكرية تجريها تركيا في منطقتين اثنتين في البحر الأبيض المتوسط الأولى قريبة من لواء الإسكندرون في هاتاي وأضنى شمال شرق البحر الأبيض المتوسط والثانية في منطقة المنتصف بين جزيرة قبرص وجزيرة كريت هذه التي في شمال شرق البحر الأبيض المتوسط ستستمر ليومين اليوم وغدا والأخرى ستستمر لمساء الحادي عشر من سبتمبر القادم وبالتالي تركيا مصرة على مواقفها ويوم أمس كانت هناك تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوان قال فيها إن تركيا ستمضي في هذه الخطوات وإنها ستحمي حقوقها ومستعدة بين قوسين يعني على كل المستويات السياسية والعسكرية أيضا من أجل حماية حقوقها وفق الخطوط على قسمتها وقال بالحرف الواحد إنهم يتحدون أعداءهم في شرق البحر الأبيض المتوسط بناء على الأمر الواقع الذي باتها قائما هناك وبالتالي تركيا ماضية في هذه الخطوات ويبدو أن الدعوات سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الجانب اليوناني لم تلقى استجابة من جانب تركيا وتقول تركيا أو أنقرة أو جهة رسمية أن التهديد بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لن يثني تركيا على اتخاذ المزيد من الخطوات وأنها ستستمر في اتخاذها في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر